فكرتني بحاجة يعني ده حصل وقت زيارة الرئيس لألمانيا والرئيس زار قبل كده فرنسا ولما بيتقال انه يعني كأنه رد للزيارة ارجع واتكلم في اللي كان بيشكك وما زار الحقيقة اللي هو ما جدوى الزيارات الخارجية وان الرئيس مهتم بالملف الخارجي على حساب الملف الداخلي هل اللي بيحصل دلوقتي رد عملي انه والله لا فيه 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 بعد وراء هذه الزيارات انا بعمل ده وعرفكم في الديبلوماسية ان دي دبلوماسية القمة اللي هي العلاقات السنائية ما بين الرئيسين هي دي اللي بتسهل الامور و بتجيب نفع على المستوى السياسي الاقتصادي طب انا هستعيل بس تعبير دبلوماسية القمة اللي حضرتك قلتي مهمة جدا ان احنا كمان حرمنا لسنين طويلة من دبلوماسية القمة في الخارج يعني مشاركة الرئيس السيسي في كل التجمعات والمؤتمرات الافريقية سفروا الى دول مختلفة الاتحاد الاوروبي فرنسا ايطاليا المانيا ولقاءوا مع قادتها زيارته الاخيرة لأسيا وكان زيارة هامة جدا لقازاخستان وكوريا واليابان في كل محطة في شيء بيعود بالرئيس يعني في المانيا انا كنت السفير هناك وبيكمل زميلي السفير بدر عبد العاطي المهمة وبيستلم التوربينات اللي هم 24 توربين هام بينتجوا 17 الف ميجاوات يعني نص الطاقة المنتجة في مصر حاليا او اكتر يبقى في كل محطة خارجية فيه هدف اقتصادي يعود على المواطن المصري لكن كمان فيه هدف سياسي وامني وستراتيجي يعني لما الرئيس اولند بيقول انا شريك لمصر واخترت مصر المشروع تنموي يتجاوز الاقتصاد لما هو ثقافي وتنموي يعني بيسعى لمنطقة شرق اوسط فرنسا طول عمرها لها سياسة خارجية مستقرة اتجاه الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط في القلب منها مصر هرجع لسؤالك معلش في كل محطة خارجية فيه انجاز يتعلق بالمواطن يتعلق بالوطن واقتصاده ولكن يتعلق ايضا بالتهديدات والمخاطر اللي بنتعرض لها في منطقتنا يتعرض للارهاب زي ما ذكر الدكتور سعيد بكل مجتملاته وبكل اهدافه اللي محتاجه شراكة دولية لانه عابر للحدود ولكن في نفس الوقت ايضا هناك قضايا المنطقة القضية الفلسطينية قلب وعقل الدبلوماسية المصرية والعربية الرئيس اولند وفرنسا لها مبادرة هامة جدا فيما يتعلق بالتسوية النزاع الفلسطيني المبادرة الفرنسية المبادرة الفرنسية مؤتمر دولي في صيف 2016 ده كان محل نقاش هام جدا يعني احنا مش بس بنسعى لامن واستقرار مصر وتنميتها اقتصاديا بل مواجهة المخاطر اللي بتواجهها المنطقة النزاع السوري النزاع الليبي وفرنسا لها رؤية في ليبيا والرئيس السيسي اكد على اهمية دعم ومسندة الجيش الوطني الليبي ليتحمل مسؤولياته في مواجهة الارهاب لنا بعد سنائي هام جدا يتعلق بالمواطن والاقتصاد والتنمية والاستثمار بعد اقليم يتعلق بقضايا المنطقة وبعد دولي يتعلق بالارهاب مفهوم المعلي سري